سيفتي هم الشغلان الأساسية بتاعتنا وزي ما انتم تعلمتوا شوية وهنتعلم كتير انه العربية دلوقتي وهي ماشية بيبقى فيها سنسورات كتيرة جدا ما بين حاجات خاصة بالرادار حاجات خاصة بالليزر حاجات خاصة بالكاميرات واللايدار وفيه كمان سنسورز تانية موجودة في العربية هنتكلم عنها ان شاء الله اللي هي زي مثلا الأكسروميترز اللي هي بتقيس الكراش سيفيريتي أو الديسلريشن بتاع العربية وهكذا ثم العربية ماشية هي فيها أنظمة كتير حساسات كتير شغالة لدرجة انه يقال انه في العربيات الحديثة اللي فيها كل الأنظمة اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله على مدى أسبوعين تلاتة يقال انه العربية دي لو سوا حاب بيعمل بيها حدثة مش يعرفة يعني طالما انه كل حاجة في العربية سليمة ودي هنتكلم عنها مهمة قوي لو كل حاجة في العربية سليمة وهو سوا ماشي وحاول انه يعمل حدثة مش يعرف يعمل حدثة تمام لأنه السيستيمز دي بقت دلوقتي معظمها اكتف لحيث انه بتتدخل في التلات حاجات الرئيسيين اللي السواق بيتعامل معهم مين يقدر يقول لي هم التلات حاجات الرئيسيين اللي السواق يقدر يتعامل معهم في العربية برافو مين اللي قال برافو تمام ثلاث حاجات الرئيسيين في العربية اللي هو والستيرينج والدواس الفرامل والدواس الاكسلريتور تمام يا شباب فيه اي حاجة تانية لو حد شايف حاجة تانية يقول لي جاهزة انا مش باخد بالي طيب اذا كان ده رأيكم وكلكم نكمل هنتكلم بقى دلوقتي عن اهم مواضيع بتهمنا جناس عايزين نتعلم بيكل سيفتي قد بدأتكم بكورس بتاعنا وجزئين بيكل سيفتي سيستيمز واكسل انتاناليس الاكسل انتاناليسي اللي هما المحضرتين اللي ناخدناها مسيريتك اللغات دلوقتي لسه ما بدأناش في الاكسل انتاناليسي للحقيقية احنا ديسا عملنا مقدمة بس لكن بالنسبة للسيفتي يهمنا نعرف البيكل سيفتي سيستيمز وبنعرفها اللي برده عشان نقدر نحلل الحادثة لان زي ما قلتلكم الوضع الطبيعي انه العربية خلينا نتكلم طبعا عن عربيات الحديثة اللي جالي شوية اللي فيها سيستيمز كتيرة اكتف سيستيمز وباسب برده وناخدها كمكياس يعني ك ديتا ملينا او كمرجع نقدر نقيس منه السيفتي بتاع العربية فمنقول ان العربية السيفتي بتاعتها هو ناحية علمية جدا بتعتمد على دراسة وتصميم وتنفيذ ووضع فوانين للتكنولوجي اللي موجودة في العربية عشان نقلل الحدوث بتاع الحاسة والنتائج اللي جاية من حوادث التربة فبالتالي من اسمع الاكتف سيستيم وباسف سيفتي سيستيمز الاكتف او من نقطتين هيلب بريفنتينج اكسدنس لازم تفهم بقى الكلام ده وتحفظه زي كنترول زي ديناميك أوف ديناميك يبقى هي بتعمل هيلب بريفنتينج بانها بتعمل كنترول على الديناميك الباسف سيستيم هيلب متيجيتينج متيجيتينج يعني يا شباب تخفيف الكونسيكوانسيز بتاعت الحاسة يبقى الحاسة حصلت فعلا واحنا بنعمل متيجيتينج الكونسيكوانسيز وبالتالي هي بتحمي الركاب والمشاة المشاة اللي هما المشيين على الطريق أو مش لازم المشاة الطرف الآخر في الحادثة سكانت العربية تانية حتى عمود النور حتى الحاجز اللي على الطريق كل دول الطرف الآخر من الحادثة هي ممتلكات حتى لو ما كانتش أرواح ناس هي ممتلكات واللي هي تمن فهو نحاول نخفف الكونسيكوانسيز بتاعة الحادثة الرسمة اللي قدامنا دي مهمة قوي و اللازم ترسمها و اللازم تعرف تترسمها عشان أنت في الامتحان هترسمها انك انت تعرف الاكتف سيفتي ليها ثلاث مراحل والباسف سيستي ليها مرحلة الاكتف سيستي بتعمل ايه بتلاحظ ان فيه هازرد فيه مشكلة بتعملها دي تكشن يبقى هي بتشتغل قبل ما الحادثة تكون ايه هاد يحصل هي بتشتغل على احتمال يكون فيه حادثة وبعدين تبتدي تعمل الابويدنس الاول للحادثة برضو ما نجحتش انها تعمل الابويدنس للحادثة لسبب او لاخر بي كراش خلاص يعني غير قابل للتجنب بتعمل بقى هازرد متجيشن بتحاول تقلل الاسباب بتاعت الحادثة هاول تقلل اسباب بتاعت الحادثة الاولينيين اللي هم الهازرد دي تكشن والابويدنس دول بيحاول يمنع الحادثة والمتجيشن برضو العربية خلاص هيحصل حادثة مش هي ما حصلتش لسه لكن مش قابلا للتجنب هي بتعملها متجيشن متجيشن يعني ايه بتخفف الحادثة بعدين روم حصل الكراش هنا خلاص يقول لنا باي باي سيفتي خلاص حاصلت يعني هو صوت بيقطع ها دكتور اه شباب انتو الصوت قطع شوية مش كده اه قطع ولسه جاي حانا انا ما قلتش حاجة لما قطع سواء السواء او سواء غير السواء لكن حصل بقى كراش ان افتيشن يعني غير قابل للتجنب يبقى الحالة التالتة بتاعة الاختف سيفتي ان يحاول يخفف الاسباب اللي بتؤدي للحادث بتحاول تقللها عشان الكراش اللي هيحصل هيحصل يكون اقل ما يمكن كعوامل بتأثر عليه لكن بعد ما يحدث خلاص حدث هنلاقي مثلا في معضل الحوادث بعد ما حصل الاصلا البطارية كسرت او الاسلاك بتاعتها اتقطعت او السنسورات اتقطعت او الاسلاك اللي داخلها او طلعها اتقطعت او السنسورات اتدمرت او طارت فيه مثلا عربية جات لنا من 3-4 سبعية داخلت تحت عربية داي هاتسو اتشال كل الجزء اليمين بتاع العربية سوري الشمال فاخد كل حاجة معاه يعني اخدت الارباج اللي موجود في الايم اللي هو او في في الكارتن ايرباج اتشال كله مع الحدس فاذا بعد الكراش ما حصل الاكتف شفتي بيقول لنا باي باي انا ايه خلاص عملت اللي علي يبتدي بقى الباسف سيفتي يبقى لدور عشان كده ما حدش يقدر يقول ان مين اهم للاكتف ولا الباسف الاتنين مهمين جدا جدا بالعكس احنا بنلاقي انه الباسف سيفتي موجود في معظم العربيات بقوة القانون يعني بيبقى بقوة القانون موجود في كل العربيات او معظم العربيات طبعا بينما الاكتف سيفتي مش موجود بقوة القانون بمعنى ايه انك انت لما تيكي تشتري عربية يعني خلينا من بلدنا الحبيبة يعني لما تيكي تشتري عربية في اي مكان في العالم لازم يكون فيها الباسف سيفتي اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله الله لكن مش لازم يكون فيه اكتف سيفتي اكتف سيفتي ده حاجة بفلوس كتير قوي وممكن عربيات طبعا هي العربيات بتتنافس دلوقتي مع بعضها عربيات اللاكشوري او الغالية في قمية الاكتف سيفتي سيستمز اللي موجودة فيها وفعليتها وقدرتها على عمل الثلاث حاجات اللي تحت اللي احنا قلنا عليهم الديتكشن وده مهم جدا وتحت السنسورز وكلها الابويدنس كل السنسورز بتبعت المعلومات للإي سي يو والإي سي يو تبتدي تدي تعليمات للأجهزة التانية بنسميها اكتويتورز اللي هتعمل الابويدنس وبعدين الميتجيشن برضو نتيجة بقى ان حصل لصف كنترول بتتدخل برضو الحاجات دي والأنظمة بحيث ان هي تعمل تقليل لقوة الحادثة او تقليل للعوامل اللي هتؤدي للحادثة طبعا زي ما قلنا انه ممكن الاكتف سيستيم الاكتف سيفتي يفشل تماما في انه يقدر الدور بتاعه امتى الاكتف سيستيم يفشل في انه يقدر الدور بتاعه حد يقدر يقول لي مثال او مش يفشل يعني يبقى دوره اقل انه هو مش قادر يعني احنا بنقول من شوية انه لو صاحب العربية حاول انه يعمل حادثة وعند كل الاكتف سيستيم اللي نتكلم عنها هيبقى صعب عليه انه يعمل حادثة الا اذا حد بقى يقول الا اذا حصل ايه وفيها دكتور كده كده في الاخر يعني انا مثلا عندي ادهجم مع الارض معين مثلا فانا كده لو سواء غابي وعدل الليمت دوت السيستيم عمران ما اتعرف تنكزه يعني هيخش في السلايدين كده كده او مثلا لو الحادثة خارج عن ارادة اللي بيسوق انا ماشي في حرطة عادي واحد راح دخل فبرضو ده خارج ارادة وخارج ارادة الاجتف سيستيم جان كلام جميل حلو واضح ان يوسف صحي معانا وبيحب المادة يعني ويحب تحليل الحواتس طب في حد عنده رأي تاني عربية لما تتقلب مثلا دكتور او حدثة تتقلب الاجتف شطيت بحاجة هي تقلب هو المفروض انه يمنع انها تتقلب تقلب يعني الحادثة حصلت انت محمد كلامك كويس بس انت ركز تاني عن محمد ونص احنا قلنا ايه هنا كراش هنا يعني الحادثة حصلت تقلب هو الاجتف سيستيم ملهوش داخل فقلاص هو يحاول ان يخليه تتقلب فنحن نقول إلي لكن طبعا لو اتقلبت العربية احنا خلاص السيستيم فشل اصلا اللي يخليه يفشل في انه يمنع انها تتقلب طبعا لما هنالس السيستيم مع بعض هلان انه في حاجات كتير او بتحاول تمنى العربية انها تتقلب وعلى فكرة كلام يوسف ايمن برضو بالنسبة للطريق يوسف هو أبسط حاجة الـ A-B-S هو اصلا مركز كله على الطريق ان العربية ما تزحلق او لما يكون في تلجة او يكون في مية او يكون في زيت او طريق راملي او كل ده اصلا هو الـ A-B-S معمول عشان هو طبعا يوسف قال كلمة كويسة اللي هو ان الحس تكون نتجة من طرف اخر الكلام لحد كبير صح انا شوفتك يا اماني هاسماعك دلوقتي اماني الحقيقة ممتازة قوي انها تستخدم الـ System بطريقة منطقية يوسف يخش على طول ومحمد يخش على طول لكن المفروض ان حد يرفع ايده واماني رفعت ايد شكرا اماني طبعا ان العربية تانية تغبطنا ده ممكن يكون خارج عن رابط الـ Active System لكن انتو هتعرفوا ان شاء الله ان دلوقتي في حاجة اسمها Car to Car Communication C to C C T C ال Car to Car Communication دلوقتي العربيات وهي ماشية بتتصل مع بعض وانت عارف العربية اليمينك وشمالك وقدامك ووراك او زبتك بتتصل عن زبتها فبار هو في محاولة لانه تطفل التاني زي ما انتو يوسف في كون سبب في الحرس Active System بتحاول برضه ان تخش في الزون دي وان نحن قبل ما ابتدأ أكمل هشوف تفضلي أماني دكتور كنت أقول يعني مسأل لو هكس واني انا سامح كنت وان مسأل لو عربية جاءت قدامها فجأة دخلت فيها فممكن الحالة يعني يعني ما تلحقش انها تدير او تشتغل تمام هو ده اللي كان يوسف قال تمام ماشي الحال هو ده صح إلى حد كبير طبعا لو كار كوميونيكيشن مش موجود اكيد اللي انت بتقوليه ده صح واحد ماشي وماشي تحت جبل وراحت صخرة واقعة من فوق الجبل هيعمل لها ايه واحد ماشي وعربية دخلت فيها هيعمل لها ايه وهكذا عندك حق بس زي ما قلت لكم انشاء الله احنا هندرس الكار كار كوميونيكيشن ونشوف هل ممكن بنسبة الدي ايه يساهم في الموضوع الجميل يا شباب انه الاوروبيين او الامريكان او العالم المتقدم لما دائما بيعمل اي سيستم بيديك على طويل الستاتيستيك وده اللي انا عايز اشوف فيه الاجابات بتاعة المحاضرات او الشيطات اللي بتنزل لكم يعني مثلا احنا بنقول انه ABS دعنا نتكلم عن حاجة بسيطة نعرف قبل ABS كانت نسبة الحوادث النتجة عن فقدان الاتزان بتاع العربية او الاستابل بتاع العربية بطريقة او باخرى اش نتكلم بالتفاصيل دلوقتي وبعد ABS اللي حصل فبالتالي انت بتشوف هل السيستم ده فعلا كان افكتيب ولا لا يعني مثلا ممكن نتكلم عن اللي هو CTC ونقعد نتغزل فيه وندرس وكده وبعدين الاستاتيستيكس تكشف لنا انه مكانش ليه اي فايدة ما عملش اي حاجة اه هو ممكن السيستم موجود لكن في الحياة الفعلية في الحوادث الفعلية هو ما عملش اي حاجة ودي قوة وطبعا موضوع الاستاتيستيكس ده مش سهل ان حد يعمله واحنا من للأسف عندنا الاستاتيستيكس بكم عن نواح الحياة يام مفقودة يام مش دقيقة يام هلامية يام لكن الاستاتيستيكس بتتعمل علميا اولا في معاهد متخصصة فيها في ناس بيعملوا دكتوراهات في شركات لان الموضوع صعب جدا انك تقول ان الحاجة الفلانية ده تأثيرها وتطلع المعلومة ده صح والناس اللي بيستخدموها بيستخدم المعلومة بتاعتك دي بيتفاعوا فلوس كتير عشان يستخدموها فمثلا لو كان اي سيستيم من اللي احنا هنحكي عليه الاستاتيستيكس قالت انه مالهوش فايدة يبقى غباء جدا من اي مصنع سيارات ان يروح يشتري السيستيم ده بفلوس كتيرة ويحط في العربية بتاعته وهو مالهوش اي دور مظبوط انا مش مظبوط طيب نرجع تاني لي ايه هو اللي ممكن يحصل زي ما قلنا ان ممكن حاجة في الطبيعة هي اللي تحصل واحد ماشي ونزلت صاعق السماء خبطته او حجر نزل على دماغه او على العربية يعني او زي ما بنقول انه جسم تاني خبطه يعني سواء عربية او اي حاجة تانية امعا الموتورسايكل مثلا من الحاجات اللي هي اكيد ما فيه السيستيم ومفيه كار كار كميونيكيشن فلو موتسيكل خبط عربية هو يعمل ايه ليس داخل فيه انه هو ايه يشوف جسم داخل عليه ولو انه دلوقتي بالكاميرات ممكن يبا فيه حاجة زي هنشوف الموضوع ده الحاجة اللي انا اصد عليها والمهم جدا جدا وغير الكلام اللي هو اللي بيسموه ايه تخيول اللي انا قلته من شوية ده الكويتش الكويتش بتاع العربية هو والسمارت سيستيم ممكن تاخد الكنترول من السواق فيهم وطولي ثلاث حاجات الستيرينج البريكينج والبنزين اللي هو الاكسلرياتور يعني مين اللي بينفذ الثلاث حاجات دول اللي السواق بيقوموا بيهم العربية والعربية بتستجيب بس ممكن استجابة بتاعتها بتبقى صفر او استجابة 100 100 او 50% 40% مين اللي بيعمل الكلام ده شباب مع الارض يعني الطائر مين اللي هينفذ التعليمات دي مو اكيد الارض مع الارض الكويتش يعني العربية ليست طائرة في الهواء هي ماشية على الارض العلاقة ببيلة العربية والارض هو الكويتش يبقى الكويتش ده هو اللي يعمل ستيرينج الكويتش ده هو اللي يعمل بريكينج الكويتش ده هو اللي بيعمل اكثر ريش اللي عنده عطراض يقول يرفع ايده طيب يبقى انتو بتفقيل معايا انه اي سمارت سيستم سواء اكتف او مش اكتف ولو ان احنا مركزين على اكتف طبعا اي سمارت سيستم موجود في العربية عايز يعمل الافويدنس للحادثة هيعمل عن طريق مين الكويتش صح ولا غلط لو انت ماشي بفردة كويتش اصلا ما تتبعتش التعريمات بتاع المصنع بمعنى ايه المصنع بيقولك ركب في العربية دي اربع اربع فرد كويتش لازم يكون فيهم المواصفات التالية الاربع لازم يكون نفس تصنيع نفس المركة مش واحدة هانكوك واحدة مشلان واحدة تويو ولا واحدة مش عارف المركات الصينية والكورية الجديدة واللي احنا ما نعرف هاش دلوقتي كتير قوي ما نفعش تحط كل عجلة من ايه من مركة نمرأ نمرأ اتنين لازم بتاع الاربع حجلات يكون زي بعض بمعنى ايه تير دي 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 انا كنت معجب بك اماني عشان بترفع يدك ومحد يشرب معيني نبيت الموضوع ده انه محد يشرب عيد يوسف تكلم على طول وانتي اماني تكلم لازم يرفع ايد عشان نمرأ واحد اختار اللي هيرد ونمرأ اتنين عشان زم زم اماني اتنين اماني 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 انا كنت الحاجة الثالثة ليه للمكسم وثالث حاجة اللود الموجودة على الطير والثلاثة موجودين في الطير لكن هناك معلومات تانية مكتوبة غير الطير الطير عندما تظهر عليه ستجد أكله كتابه قدامك أولاً عرفناهم الثلاثة حاجات الموجودة في الطير هل حد تاني يقدر يقول لي معلومات تانية قدر أخذها من الطير؟ مهمة ها حد يرفع إيده تفضل يا يوسف يوسف سايد أيها دكتور تاريخ صنع الكويتش اللي هو الإسبوع في السنة الكام برافا عليك تاريخ صنع الكويتش موجود وده مهم جداً ليه بقى قبل ما نمشي نقول مهم جداً لأنه بيزد على تاريخ صنع الكويتش بعرف الكويتش ده بقاله أديه سنة، سنتين، ثلاثة تمام؟ لأنه في معظم الشركات المحترمة بتاعت العربيات بتقول أنه لازم بعد ثلاث سنين أو مثلاً أربعين ألف أو خمسين ألف كيلو ونتكلم عن الموضوع ده لازم الكويتش يتغير مثلاً ممكن تاني يقول لك أربع سنين ممكن تاني خمس سنين بس هو يشترط المدة وده طبعاً تبقى في كاتالوج الصيانة على حسب نوع الكويتش اللي هو حطه واخد بالك، فهو يقول لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين على حسب الماركة اللي حطيتها فأنت ما تروحش تغير الكويتش مثلاً وتروح تجيب فردة كوري أو صيني أو حاجة مش معروفة مكانها أو شركة مش معروفة وتقول لي لأ المصنع قال لي ثلاث سنين بس هو حطيت لك ثلاث سنين على مثلاً يوكوهاما مثلاً أو على هانكوك أو على مشلن مثلاً وانت حطيت الكويتش تاني غير معلوم فيبئزاً تاريخ الإنتاج بتاع الكويتش مهم جداً لأنه بيقول لي الكويتش ده صالح وضعت إنت طيب إيه تاني غير كده في الكويتش غير الديسجنيشن وتاريخ الإنتاج بضل يا يوسف فيها دكتور اللي هي الانفورم تراكشن كواليتي جريد اللي هي التراكشن الجريد بتاعته كام وتمبريتشور وكذا أيوة براف عليك هي التمبريتشور تمبريتشور موجودة على جسم الكويتش هتلاحظوها وياريت إن شاء الله المرة الجاية الأسبوع ده لما تصوروا لي فردة كويتش كده وتقروا لي كل المعلومات اللي موجودة على فردة كويتش منها التمبريتشور طبعا التمبريتشور موضوع مهم جداً جداً لأنه لو فردة كويتش تتعرضت لتمبريتشور أعلى من التمبريتشور دي ممكن أن هي فيلد فيلد يحصل لها إيه حاجات كتيرة وطبعا أنواع الفيلير بتاع الكويتش بحث لوحده ما بين حاجة اسمها تاير سيبريشن أو بلو أب أو وير أو إلى آخر طبعا موضوع بقى إيه التاني غير كده نقدر نرحى الكويتش أو نشوفهم الكويتش العمق بتاع النقشة فدلي يا أماني أنا كنت أقول العمق بتاع النقشة وكنت أقول برضو المركياني برافو عليك العمق بتاع النقشة ده موضوع مهم جداً جداً وبعض الشركات بتقول ما يقلش عن من 2.5 لـ 3 ملي متر طبعا إحنا في مصر بيمشي لغاية ما يبقى أملاس خالص أكينه العربية سباء العمق بتاع النقشة المفروض مركز الخدمة أو الصيانة أول ما تجيله العربية وهو يفحصها في الفحصات الدورية ونتكلم عن الفحصات الدورية لأنها مهمة جداً جداً لو لقى عمق النقشة بتاع الكويتش بترغمه من إنه ممرش على الكويتش ده 3 سنين أو مثلاً 40 ألف أو 50 ألف اللي هي المصفات تابعة المصنع بتاعه خدوا بالكو كل عربية لها الليمت بتاعها على حسب وزن العربية يعني عربية 2 طن وشوية غير عربية طن وشوية أكيد كل حاجة من دول بيبقى لك الكويتش اللي يتحمل الوزن ده ومع الفرامل والدرايفينج والرود والحرارة والصيف والشتاة والكلام ده بيتقصر فبالتالي احنا دايماً بنقول إنه كل مصنع لازم يحدد الـ الكونديشنز إزاي بيحددها إنت كراجب بتركب عربية هتقول له يا عم أنا ما ليش دعوة أنا ما فهمش بكلام ده على رأي واحد كأنجنة دكتور توليد أمراض نسا يعني وراجل بسم الله ما شاء الله يعني غني جداً وقابل لنا عربية 350 اس حاجة ما تشيلس يعني من اللي هي 8 مليون وأول ما دخل عندنا قال لنا بصه أنا لو قلتولي العربية دي ماشي على عجل ولا ماشي على الهوى أنا مش عارفه وما ليش دعوة مش عاز عارفه أنا كل اللي فهمه توليد وهو ملياردير يعني يعني هو شغال عنده مستشفى في ألمانيا وعنده مستشفى في مصر وعنده مستشفى في الأمارات حاجة كده يعني هلوم لكن الراجل قال لنا كده أنا مش عايز أقعدي ما أجيب أي حاجة ما تكلمونيش في أي حاجة أنا رايح في تشتريت أغلى عربية بأغلى مواصفات عشان مش محتاج حد يتكلم وفي نفس الوقت اللي أنا عرفته إن أنا أعمل السيانات في المواعيد الفلانية في المكان الفلاني ولا أروح أصلحها بره ولا أجيب لها أي حاجة من بره لو كفة المناية قصرت مش أغيرها غير في التوكيل أنا ما ليش دعوة بأي حاجة من الحاجات دي طيب إذن كلامه صح مش لازم كل واحد بيستخدم العربية يكون أوير مية في المية بكل حاجة تخص بالعربية إيه قطع الغيار إيه وضغط الهواء إيه هو المفروض إنه هو لو بيمارس عملية الصيانة الدورية بانتظام طبع الوكيل المحترم المفروض كل حاجة مين اللي يعرفها وينبهوا ليها الوكيل تماما يا شباب النقطة الإخريانية دي هي نقطة مهمة جدا في تحليل الحوادث لو حد منكو قعد جنبنا واحنا بنحل الحوادث هنلاقي إنه أول حاجة بنطلبها بالوكيل نقول له العربية دي تحت الضمان يقول آه طب ودينا مصير إيه الصيانة بتاعة العربية دي عايزين نعرف العربية دي الهيستوري بتاعها من يوم ما استلامها الراجل حتى بنعرف تاريخ الشراء وبتدي نشوف هو عمل صيانات إيه لو كان عمل كل الصيانات وتتابع كل التعليمات ما فيش فيه المصير تعليمات من الوكيل أو المركز الخدمة أنه أعمل كذا ورافض العميل أو أعمل كذا والعميل لم يستجيب أو أنه هو العميل ما عملهاش أو أنه العميل اشتكى من حاجة ومركز الخدمة ما عملهاش كل الكلام ده بهم جدا جدا لأنه في النهاية نرجع تاني الموضوع الكاويتش أن الكاويتش نفسه اللي هو بينقله الكوة من العربية للطريق لو فرضنا أنه هو ما فيهوش المواصفات بقى اللي احنا قلنا عليها دي كلها وأنه أنا طالب منكم إن شاء الله أنكم تعملوا الريبورت عن الكاويتش إيه هو الريبورت اللي عايزوا منكم على الكاويتش إيه هو كل المعلومات اللي أقدر أخدها من الكاويتش اللي تهمني في تحليل الحوادس تمام مفهوم الكلام ده يا شباب طبعا الكاويتش لو فرع لو حصل له نتيجة إن الكاويتش ده مش مطابق للمواصفات العربية بأربعة مليون خمسة مليون والراجل مهتمش بالكاويتش بتاعه رأى غير فردة لما خرمت منه أو حصل أي حاجة طبعا كل العربية ماشية وفردة خرمت نتيجة مصمار نتيجة أي حاجة دي ما لهاش علاقة به السيفتي سيستيمس هي خرمت فهو لاحظ كده فوقف وراح إيه ركب الاستبنى وعلى أقرب واحد بيبيع كاويتش وراح ركب كاويتش طبعا مش كل الناس فهمين يعني إيه الطير resignation هو قال له ده قال له أخد الإطار ده نفس المأس ممكن يكون نفس المأس لكن مش نفس المواصفات مش نفس ال speed limit مش نفس مش نفس مش نفس مش نفس المركة وممكن يكون حتى نفس الجنط لكن العرض مختلف تمام كل الحاجات دي ممكن هي تحصل من القائد السيارة أو صاحب السيارة ويعمل غلطة فبالتالي الكويتش ده وانت ماشي هو مصدر ألم ومصدر معاناة بالنسبة لل Active Safety Systems اللي موجود عندك لأنه ممكن إنه هو مثلا لو فرضنا إنه مقاسي مش مزبوط هيبقى الإشارة اللي بتروح ليه السنسور بتاع السبيد اللي رايح عشان يشجل الABS متلخبطة لأنه هو بيلف لأنه القطر بتاعه غير الأقطار التانية والRPM واحدة تقريبا فيبقى بس سرعة مختلفة أو سرعة واحدة والRPM مختلف فالدنيا ملخبطة عند الA الكمبيوتر بتاع العربية فبيعمل له مشكلة أو إنه هو الكوالي بتاعته كسبيد خليته بقى ماشي معينة temperature هو ما بيستحملش الاسبيد مع التمبيريتشر دي حصل تاير سيبريشن تاير سيبريشن يعني ايه؟ يعني تريد بتاع الطير انفصل عن الجسم الشولدر بتاع الإطار والسلك ظهر وانتوا طبعا الحاجات دي بتشوفوها على الطريق لما تلاقي عربيات النهالبزات اللي هي بتمشي لغاية ما تكونش يتمسح أو تكونش يتهلك أو بحرارة عالية نتيجة تحميل خد بالك تكونش بيسخن مش بس نتيجة السرعة ودرجة حرارة في الصيف وفترة القيادة الطويلة لكما ممكن يسخن نتيجة اللود اللي عليه يعني شو كل الكلام ده بيأثر عشان كده لما يوسف قال التمبرشور عاج محترمة جدا لان لازم تعرف التمبرشور بتاع الطير ده وتشوف العوامل يعني لما يجي لك حادثة فيها تاير سيبريشن تبديد تشوف يا ترى هو الحادث كانت بالنهار ولا بالليل في الصيف ولا في شئة الراجل ده مشي قابل الحادثة مئة كيلو كيلو ولا خمسة كيلو وهكذا لازم تعرف كل الظروف دي هل ممكن تؤدي لأي حصل تاير سيبريشن لان لما انت بتجي لك الحادثة زي ما انتم شايفين كده عادة بيبقى كل حاجة في العربية متكسرة متلخبطة فانت لازم تعمل يعني سيناريو لنفسك للبحث بتاع الحالة الحادثة طيب انا رغيت كتير بس ده كله على السلايد ده السلايد ده هو اساس فهمك لتحليل الحادث اي سؤال في السلايد دي هنديك بعد امثلة الاكتف سيفتي سيستمز اللي احنا ان شاء الله في الكورس بتاعنا هنتعرض لها فيه اخد بالك دي اكتف وسيفتي فيه منها حاجة اسمها تيبيكل وحاجة اسمها اميرشيك التيبيكل دي نقدر نقول انه معظم السيارات دلوقتي يبقى فيها لتلات حاجات دول وكمان بعض الدول ما بتقبلش ان فيها عربية تمشي فيها ما فيهاش تلات حاجات دول تمام يعني دلوقتي ما بقاش فيه هي تيبيكل لسببين انها موجودة في معظم العربيات لانها بقت حاجة طبيعية لانها اسبتت من الاستاتيستيكس ان هي مؤسرة فعلا بدرجة بيرة فهي تيبيكل لانها موجودة في معظم العربيات ومؤسرة وتيبيكل لانه بعض الدول في العالم الزمد مصنعين السيارات ان يكونوا حطين التيبيكل اكتف سيفتي سيستمز دي ايه هي الابي اس انتي لوك بريكينج سيستم التي سي اس تركشن كونترول سيستم الاس بي ستابيليتي كونترول سيستم تمام يبقى دول التلات حاجات من الاكتف سيستمز واحنا ان شاء الله هندرسهم بالتفصيل ودول هنسميهم تيبيكل الميرجينج يعني اه داخلين جديد داخلين جديد وطبعا اكيد اثبتوا نفسهم لانه موجودين في معظم العربيات اللاكشوري لغاليا واثبتوا فعليتهم بس هم داخلين جديد ومش ملزمين في جميع دول العالم خطبالكم لما انكلم دول العالم امريكا ما تعتبر دولة واحد لذا تعتبر كل ولاية فيها لها قوانين بتاعتها مثلا وهكذا ايه هم كروز كونترول بلاس اكتف كروز كونترول كروز كونترول سي سي اكتف كروز كونترول اي سي سي يبقى دا اول حاجة suspension control roto sign detection intelligent speed assistance ICA autonomous او بسمة ساعة automatic emergency braking يعني A, E, B وممكن تبقى autonomous وممكن تبقى automatic emergency braking cross traffic assist blend spot detection lane departure warning الليل الليل اللي هو الخطوط بتاعت الطريق Light Source Recognition في ضوء جاي عليك تتميزه وتتعرف عليه Distribution Detection اللي هو اكتشاف المشاه Vision Enhancement تحسين الرؤية سواء Night في Night Vision دلوقتي وانت ماشي بالليل بتقدر تشوف الأجسام اللي فيها حرارة زي طبعا السواريخ والمدافع والحاجات دي اللي حاجات دي جابوها من مليتري بتقدر تعمل Night Vision والAdaptive Headlights اللي هي الهيدلايتس وهي ماشية وانت داخل كورنر مثلا فتلف معاك على حسب الزاوية اللي انت داخل فيها هندرس الكلام ده كله بالتفصيل طبعا العربية موجودة قدامنا هي وزي ما انت تشوف الأنظمة اللي انا قلنا عليها دي موجودة كسنسورز متوزعة على محيط العربية ده بعض الإجزامبل للأكتف سيفتي سيستمز ودي هنا بعض الإجزامبلز اللي السنسورز اللي موجودين في العربية عشان يغطوا المنظومات اللي احنا حكينا عنها من شوية فمثلا هنا هنلاقي فيه نوعين من رادار لونج رينج رادار أو شورت وميديم رينج رادار يبقى الرادار هنا فيه نوعين اللونج طبعا اللازرق ده للأدابتف كروس كنترول الرمادي الغامع شوية اللي هو سوري اللازرق اللي هو شورت ميديم رينج رادار وده موجود لي كروس ترافيك أليرت للسبوت ديتكشن للريل كوليشن وورنينج وبعدين فيه حاجة اسمه الألترا ساوند اللي هو الأحمر بيساعدك في وبعدين فيه حاجة اسمه اللايدار أو اللايدار بيسموها عندنا في مصر يعني وده الرمادي الغامع وطبعا ممكن يكون هنا عندك Surround View آسف Emergency Breaking أو البتستيريان ديتكشن أو Collision Avoidance وطبعا الكاميرات اللي هي الرمادي الفاتح Surround View يمين وشمال وقدام وورا والبارك أسستنس واللين دي بارشار وورنينج والترافك ساين ريكوبنيشن الرسمة دي حضرتك مسؤولة عنها في الامتحان هقولك أعمل لي سكتش للسنسورات اللي موجودة وأنواحها في العربية يبقى طبعا أنا بتكلمكو دلوقتي الصورة دي مثلا عندي من سنة بتكلمكو دلوقتي بكرة الصبح هيبقى فيه حاجات تانية تضافت لأن التقدم في الموضوع ده كبير جدا احنا ما نقدرش نغطي كل حاجة في المحاضرات بتاعتنا لكن لازم تعرفوا أن علم العربيات زي ما أنتم شايفين علمه متقدم جدا متطور جدا لحسن الحظ أو لسوء الحظ ما نقدرش نقول أن دلوقتي العربية ما يبقيتش ميكانيكا يعني ما نقدرش نقول أن قسم سيارات هو قسم ميكانيكا سيارات لا هو قسم سيارات في ميكانيكا وفي إلكترونيك وفي كهرباء وفي كمبيوتر ساينس وفي طبعا ديزاين بتاع قسم العربية والكمفورت بتاع والكلام ده داخل في بتوع عمارة وبتوع جميلة وبتوع وبتوع وطبعا العربيات الحديثة بقى سواء الالكتريك أو الالتونوموس بيكل داخل كمان نهاس من الميكانيكا وهكذا يعني بقت العربية النهاردة هي كوكتيل من جميع التخصصات فعشان كده بقى مهندس السيارات المفروض متخرج من قسم هندس السيارات اللي هو تحت قسم ميكانيكا لا هو خلاص ما بقاش كده هو بقى لازم يعرف كل الحاجات دي ويتعمق فيها أي سؤال أي سؤال صوتي واضح يا شباب وكله تمام نمت ولا لسه صحيح الموضوع وانترريستينج ولا أنا برغي كتير لا تهمة يا دكتور كويس موضون زي ما خدنا بعض المنظومات بتاعة الاكتف هناك منظومات تبيكال ويهي برضو اميرجينج تبيكال وطبعا كلنا عارفين هو أن نشوف بص عليها بتفصيل أضبك شوية إيرباجز كلنا عارفين هنبص عليها بتفصيل شوية في بودي استركشور ويس بروغرام دي فورميشن هنبص عليها وده بيقش في مرحلة التصميم وإحنا بقى يعني ممكن نقول أننا متخصصين في هذا الموضوع وما بنفسنا ش حد فيه يعني في حاجة اسمها البودي أو الدزاين بتاع البودي إحنا الحمد لله حتى المشاريع بتاعتنا السنوات اللي فاتت عملنا تصميم أوتوبيس وتصميم العربيات وكذا إزاي نصمم البودي بحيث انه يبقى بروغرام لديفورميشن ان احنا عايزين وطبعا كلكم سمعتوا عن انه في حاجة اسمها كرامبل زون كرامبل زون دي احنا اللي مصمم بنا احنا كناس بتوع ميكانيكا صعيرات فالبودي ستركشور وز بروغرام دي ده من الباسف سيستي 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 برضو احنا بتوع صويرات اللي بنعمله سواء كان الستير سيستي بتاع بتاع ميكانيكا او انه هيدروليك او انه الكتريكا او اللي هو ويرليس يعني بعد كده في الهيدر سترين دي المساند بتاع تراس وفي سيد سويد انتي سب مارين افكت جائز الجملة دي جديدة عليكم عشان كده انا شرحت لكم في الجنب هنا الانتي سب مارين سيد اللي هو التعريب بتاعه a forward facing upwardly inclined ram located in the base of the سيد كده الكرسي وجزء الاحمر ده بيقصد انه ساعة ما بيشتغل بيبتدي يميل الكرسي الادام عشان زي ما انتم شايف في الصورة اللي تحت ما حصل سب مارين يعني يغتص يغتص لما الحادث ستحصل هو يغتص لتحت طبعا ده خطر جدا فهو بيمنع السب مارين افكت العادية ما فيهاش الكلام ده وحتى العربيات الغالية ما بتنزل شي فيها الكلام ده وعربيات قليلة جدا وعربيات لكشري وموجودة في العالم لانه لقوا برضو نتيجة الستاتيستيكس ان في اصابات وفليات بتحصل لنتيجة السب مارين افكت انه لما بتحصل حادث سايفين الصورة اللي تحت العمود الفقري جدا بدل ما هو يبقى مسنود على الضهر هيبقى ما بين الضهر والقعدة بتاعت الكرسي وبالتالي ممكن في الحادثة طبعا اعوذ بالله يعني يحصل ان الفقرات ده تكسر ويجي شلل للراكب بالرغم من انه هو لابس الحزام وبالرغم من انه ممكن يكون الارباك فتحت او لا لكن نتيجة السب مارين افكت ده ممكن انه العمود او بيسميه يحصل له كسر او اصابة في فقرة من فقرات العمود الفقري بتاعه فالصب مارين او الانتي صب مارين ده عنصر مهم جدا بعد من الفو القطف الفو القطف يعني ايه حد يقول لي وايه اهميته انا بحب اشارك معاك دايما عشان اعرف يوسف تفضل يوسف بعد لما الحادثة بتحصل او يعني اثناء الحادثة لما بيدتكتن في حادثة بيقطع الفو عن الانجين عشان ما يحصل حريقة او 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 براب عليك وطبعا انتو في الافلام بتشوف دايما او يعني بعض الحوادث بيحصل دايما ان بعد الحادثة الناس بتهجري بعيد جدا عربية وبعد شوال عربية بتنفجر وطبعا الانفجار نتيجة انه حصل الفو بقى نزل على منطقة سخنة المنطقة السخنة هي المحرك وطبعا ده السبب ان احنا دايما بنحط التنك بتاع البنزين وراء ونحط المحرك قدام لو حطينا محرك وراء يبقى تنك البنزين يبقى قدام يعني في الفولكس باجن تنك البنزين فين البيتلز تنك البنزين هتلاقوه قدام لان المحرك وراء فالمحرك سخت والتنك البنزين ده البنزين بيشتعل من اي حرارة فبالتالي فو القطف هو قطع الخط ما بين التنك والمحرك لان لو فرضنا ان نتيجة تصادم الخرطوم او البايبس بتاعة الفول اللي جايب من المحرك اه سوري اللي جايب من التنك للمحرك عملت بليدينج او تقطعت فنزلت على المحرك هيحصل بعد شوية انها تسخن تولع تمشي للمحرك يحصل في جار العموية فالفول قطوب ده مهم جدا شكرا اميرجنج بقى في اوتوماتيك اميرجنسي كول اي كول واتوماتيك ميسيج توان اميرجنسي كول سنتر ان كيس او كراش طبعا الاتنين دول بالرغم من هم واحد يقول احنا مال لهم ده انظمة موجودة جديدة بقى في العربيات مش جديدة او يعني انا اسمع عنهم من عشر سنين او اكتر ان معظم العربيات بتبقى متوصلة بمكانين او ثلاثة ثلاثة خلينا اقول ثلاثة المكان الاولاني هو الوكيل المكان التالي الاسعاف والمكان التالي الاسعاف او الشرطة يعني والمكان التالي المستشفى اللي هو بيتعامل معها لانه دلوقتي بقى كمان فيه منظومات حديثة اسويرة كده بيلبسها الناس خصوصا كبار السن اللي عندهم سكر او عندهم ضغط او عندهم امراض من اللي هي ممكن هو ماشي بسوق العربية يجيلوا كريزة سكر او اي حاجة الاسويرة اللي لبسها دي بتحس الحاجة اللي هتحصل له قبلها بشوية هتحصل له كريزة سكر مثلا هو قعد طول الوقت وفي نفس الوقت اللوكيشن بتاعه طبعا بجي بي اس معروف في حيث ان هو المستشفى بتقدر تبعث عربية اسعاف عمال ما يحصل له كريزة تكون ايه ووركا جاءت عربية الاسعاف او او الشرطة او الوكيل الوكيل دلوقت كمان لو حصل لك حدثة ودي خدمة مقدمة جدا كويسة طبعا في الدول المتقدمة ودول العربية اللي هي الخليجية بالذات اللي هي المساعدة على الطريق المساعدة على الطريق دي خدمة موجودة زي الصيانة الدورية بالضبط في رقم موجود ويحطولك على الإجاز الخلفي ولو حصل اي حاجة على الطريق انت مسافر خصوصا مثلا في السعودية المسافات بتبقى كبيرة جدا فانت مسافر وحصل لك مشكلة على الطريق بتتصل بالرقم ده جي لك عربية عربية انقاذ وفي نفس الوقت ممكن يجي لك حد يصلح لك العربية وعلى الاقل بيوديك هو اقرب مكان وكمان يحجز لك اوتيل على حساب الشركة لو العب ده خارج عن ارادتك كسواء وانت بتعمل السيانات الدورية بانتظام فانت اي حاجة بتحصل العربية هي مسؤولة مسؤولية مركز الخدمة فبيأخذك يوديك او رفوندو او وصلك للمكان اللي انت مسافر فيه او او الى اخر وبيتكفر هو بالعربية اما يصلح اما يرفح اذا كانت حاجة بسيطة يعملها لك وانت واقف يعني بيقدم لك الاسيستنس ودي هتكون عن طريق الاتوماتيك امرجنسي كول او الاتوماتيك ميسيج طبعا موضوع الكريش هو موضوع كمان فوق لان تعطي العربية لسبب انه لو العربية حصلت لها حدثة برضو الاماكن دي بيحصل دي كلها موجودة مع انها باسف يعني هتبقى فايدتها بعد حدوث الحادثة لكنها زي ما قلنا قبل كده مهمة جدا طبعا الباسف معظمه خصوصا التيبيكل معظمه بقى باي فورس باي لو يعني فورس باي لو يعني لازم كل العربيات يبقى فيها سيد بيلز لازم كل العربيات يبقى فيها ايرباك على الال الفرنطل ولازم يكون زي ما قلنا يبقى متصممة العربية بحيث يبقى كابسولات تلات كابسولات في كرامبل زونز يعني والحزام لازم العمود الستيرينج يبقى ريتراكتابل ولازم يكون في و لازم يكون في لا سبمارينز دي مش ضرورية أصلا هما ما اكتشفهاش ما اعرفهاش القريب فمش موجودة في كل العربيات فول القطف مهمة جدا جدا أي سؤال أي سؤال يا شباب احنا بدنا دي دلوقتي دي دي انا انا عشان انتم ما تزاووش مني ارفضكم على فيلمين كده ونشط ونشط طبعا لكده دي دمية 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 اغلى من العربية نفسها فيها وفيها مواصفات للبناة دي عربية فيها airbag وفيها seatbelt يعني شايفين seatbelt retractable برضو وده smart seatbelt ده مقرنب بين العربيتين نفس العربية نفس الحاسة نفس السرعة الراجل اللي جوه هنا حصله ايه واللي هنا حصله ايه طبعا انا افرجك على الفيلم لانك انت هتتعلم منه حاجات مفروض كل حاجة بنشوفها بنتعلم منها الصورة دي قبل الفيلم الاخير اللي عرضه بتوريك ايه هو انواع ال airbags اللي موجودة واحنا اصدنا نجيب عربية هنا باص كبير يعني عشان تشوف انه هو بيبقى الخطورة كل ما تقرب من مقدمة العربية بتبقى اكتر فعادة بيبقى الكورسي الاولاني في front و side airbag و الكورسي التاني ممكن يكون في side airbag وال carton airbag اللي هي السطارة موجودة على العربية كلها سواء هي اربع كراسي او ست كراسي زمن تشايفين اخر حاجة نعملها هي انك تشوف الفيديو دعا دعا أرجاء اشترك في اشترك ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر طبعاً أتمنى أن يكونوا فهمتوا اللانجوج بتاعتها والفيديو ده مهم جداً وشرح لك دقيقة بتأخذ كامل لساكند عشان السيد بيلت يشتغل وعشان الإيرباك تفتح والسيركونرانيزاشن ما بين إن السيد بيلت الأول يسيبك تتحرك لقدام لمسافة مناسبة عشان تقابل الإيرباك وفي نفس الوقت في لحظة معينة بيشد بس بيسترخاء أو بيعني مش بقوة جامدة عشان هو ما يعوركش أصلاً لو تشد جامد وإنت بتتحرك لقدام بقوة فيبقى سينكورونايز بحيث إنه هو بعد ما بمشيك مسافة معينة عشان تقابل الإيرباك اللوء اللي الشد بتاعه بيخف شوية الإيرباك بتطلع في كام ميلي ثانية وطبعاً هي فيها جزء وراء لأنه طبعاً هو غاز النيتروجين اللي بيطلع بيتصرب بعد كده من فتحة في الإيرباك فمجرد أنها تطلع وخلاص العربية الإيمباكت حصل في كل ده في ميلي ساكنز بعد كده بتفضي من نفسها لأنه كمان إحنا مش عايزين إنها تنها كبس على نفس السواء أو الراكب وكمان تمنع عنه الرؤية اللي حواليه لو تنتها منفوخة فهي بتطلع لحظة الحادثة وفي ميلي ساكنز بترجع تفضي الغاز من جواها وبالتالي السواء بيقدر يشوف وزي ما أنتم شايفين طبعاً إحنا إن شاء الله الحصة الجاية هنوريكو أو اللي بعد الجاية أنا دائماً بأعمل حصة كده وحصة كده يعني غالباً لما الحصة الجاية ننقل شوية Mathematics الحصة اللي بعد هنرجع تاني يعني السيفتي يعني حصة سيفتي وحصة Action Internals لو كله تمام هيبقى هكتفي بهذا القدر تقولولي لو فيه أي أسئلة أو استفسار أو أي حاجة عندكم وقت تردوا بس يا ريت اللي بيسجل يوقف التسجيل لو ينفع بس يا دكتور يبقى معنا بتاعت السيفتي سيستمز لأن